وإلى تطورات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث وصلت أعمال إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بمحافظة الأقصر لنسبة تنفيذ متقدمة تصل إلى 80% بمختلف المواقع لعدد 13 مجمعاً كما تم بدء أعمال تنفيذ مراكز تنمية الأسرة والطفولة في القرى المستهدفة حيث يجرى العمل على تنفيذ أربعة مراكز تنموية بالأسرة والطفولة بمركزي إسنا وأرمنت بجانب تنفيذ 13 مجتمعاً زراعياً لتقديم الخدمات الزراعية والبيطرية وتجميع الألبان بنسبة تنفيذ بلغت نحو 38%